ناسبة أعياد الميلاد وتأكيداً على عودة نبض الحياة الاقتصادية في حمص أضيئت شجرة الميلاد في ساحة السوق المسقوف بالأسواق القديمة بمبادرة من دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطرياركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثزوكس بحضور محافظ حمص وفعاليات رسمية وشعبية تزامناً مع فعالية مهرجان التسوق الذي تقيمه عدد من الجمعيات الخيرية مول تبعنا عملنا له فرع هنا فرع شعبي وحطينا أسعار تخفيضية خاصة بحيث يعني يجي الجمهور ويتعرف أنه البلد بخير بحمد لله الأسعار نزلت وتوجود سجرة الميلاد كمان هاي تعبير عن السرور والفرع والبهجي بأعياد الميلاد بهيك همي وبهيك شغل سوريا بترجع هالأحلى وأحلى وأحلى من الله راد وإن شاء الله يعني هالشجرة الميلاد بتكون نور يطلع من نص حمص ويشاء على كل هالسوريا شاء الله كنا احتفلنا من أسبوع بعيد المولد النبوي بنفس المكان وأكيد العيدين بتزامق بنفس الأهمية فاشتغلنا على أنه خلال أيام كمان ننتضاء شجرة عيد الميلاد ويكون الفرح عام لقلب أهل الحمص الإقبال اللي شفنا اليوم نحن من الساعة تسعة الصبح موجودين ولحد هاي اللحظة مثل ما شايفين الأسواق مضواي الناس فرحانين أبناء المدينة عبروا عن سعادتهم بعودة الأمن والأمان تدريجيا إلى حمص بفضل رجال عهدوا الله فصدقوا رجال الجيش العربي السوري أهلا وسهلا فيكم بسؤول مسؤوف اليوم عملنا فعالية جمعية مكفوفين وجمعية عون وكمان عملنا شجرة عيد الميلاد برا لنحتفل بهالفرحة مشان ترجع حمص مثل قبل أجواء رجعت الحمص ورجعت الحياة لإله وافتتحوا شجرة الميلاد كل سنة تساعد مين وإن شاء الله هيك أيام حلوة إن شاء الله تنعاد علينا نحن نحب أن نحييك أهل الحمص كلها تهم أن وجهة الحياة لحمص حمد لله رب عمين إن شاء الله تدريجيا شوي شوي بترجع حياة الحمص كامل ينعاد عليكم إن شاء الله يا رب عياد كل حياتنا أيامنا عياد وينعاد عليكم بالخير فعاليات ونشاطات مستمرة تؤكد على حالة التعافي في حمص في عام حمل السلام للمدينة بعد سنين من المعاناة مع الإرهاب واليوم تتحضر المدينة لإعادة أعمارها بهمة أبنائها المتجذرين بأرضهم والعاشقين للفرح والسلام اشتركوا في القناة